السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وايضا فكرة مهمة كترة الحمد والشكر تقوي جهاز المناع الناس عارفين بان جهاز المناع لكي قويه هو النوم المبكر والاستقاض المبكر والحركة المستمرة والتغذية المتوازنة وشرب الماء واخد قسط من الراحة والسفر سافر تصحوا لفوياج فولاجونس ان تتعرض لاشعة الشمس الذهبية ان تغطس في المياه البحرية او النهرية ان تأكل ملد وطاب كل من طيبات ما رزقناكم هذا كله يعرفه القاصي والداني عن قضية انه يحافظ على الجسم ويقوي جهاز المناع لكن ما ينبغي التنبيه اليه من اعظم واجل واكبر ما يقوي جهاز المناع هو ذكر الله خصوصا الحمد والشكر عند المكاره انترك في وضعي صعبة تسولك فلان كدر فلان والله للحمد لله انت رب الله علم بك قد قل لي والله نحن في نعمة وفي خير وفي بركة في حضائق ذات بهجة فرحان مع رأسك هذه الكلمة هذه ربك قل الملائكة انظروا الى عبدي وانظروا الى امتي لقد قترت عليه رزقه وقد نلت منه من سحته وقد خلقت له بلبل في علاقة مع الاخرين ومع كل غدا يعبدني ويشكرني فيباهي به الملائكة ويقول يا ملائكة اشهدوا اني قد غفرت لهم وتوضع له مقامات عالية في الاخرة هنيئا لك يا اخي محمد انت على هذا الطريق واصل ان شاء الله واصل وستصل بامر الله تعالى واسأل الله تعالى ان يديم علينا نعمة الشكر والحمد على كل حال ونعود بالله من حال اهل النار مع اخينا السياسين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا الله برثك ملي عزكم الله عانين زيان نحمده تعالى يا رب السلام علينا عندي وحد وليده يا رحمن يا رحيم ما حد الواليد الله يهديه الله يهدينا جميعا اش وقع لي يا سيدي يا سيد يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم سياسين الله يحفظك مولاي وهدي ايضا خلق قويم وخلق جليل ان الابن يدعو مع ابيه قد يكون الابن يعلم اباه سيدنا ابراهيم الخليل كان ابوه في معصية كبرى كان يصنع الاصنام ثور ابو الانبياء سيدنا ابراهيم يسمى ابو الانبياء لان اليهودية والمسيحية والاسلام كلها في الانبياء دائرة واحدة كتسمى الدينات الابراهيمية ابونا ابراهيم ابو الانبياء عليه السلام يسمى خليل الله مقام رفيع ومع غادة كان ابوه يصنع الاصنام ويبيعها وكان ابوه يقول لي واش تاعت فهم عليها واش انت احسن مني كان يقول له يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ممكن ان الابن يكون اكتر نصاحة ونباغة وايمان وتقوى وصلاح من الاب وكلقى مشكلة انه يقوم بنصح الاب لكن اذا لم يجد طريقة للنصح فل يدعو له قال ساستغفر لك ربي انه كان بحفية اخي ياسين استغفر لابيك وادعو له بالهداية لان هذا الترسي هذا القمار هو نوع من الادمان الادمان اشكال والوان هناك مدمن سجائر هناك مدمن خمر هناك مدمن قمار كما هناك مدمن انترنت ومواقع تواصلية اباحية هناك مدمن جلوس على المقاهي وعدم غض البصر هناك مدمنة غيبة ونميمة قيل وقال الادمان اشكال والوان لكن القمار هو كبير من الكبائر لانه يمحق البركة ولانه يعطل يعطل الاشغال واذا كسب الانسان اي مال فهو حرام ولا يكسب ما عم بني القتلش واحد قمار ربح يا ما جلست مع بعض القمارين وقلت لهم اريد ان استفيد من تجربتكم في الحياة شحال انت في هذه الحرفة كيقول لك 30 عام 40 عام شحال خسرتي وشحال ربحتي كيضحاك كيقول لك خسرت كيبغي يحسب كيبغي يحسب يحسب بقى ما وصلش كيقول لك خسرت حياتي كلها وشحال ربحتي واحد منهار ربحت 400 درهم واحد منهار ربحت 6000 درهم وشحال خسرتي كيبغي يحسب كثير يا دخشي 50 70 80 مليون وضيع الكثير وضيع وقته عوض ان يقضي وقته في الصلاة والعبادة والطاعة يضيع وقته في هذا الامر اللي هو مضيع للوقتي والصحتي وللرزق وللعائلة يلا نصحت ايه را كي تنصح يا ما جلست مع الناس فيهم القمار وكيبكي وكيقول لك الله يهدينا وكيقول ويلا معايا الجامعة وكتجر معاك الجامعة وقبل منها كتقول لي يلا معايا لوحد الزردة كيمشي كي ياكول كيشرب كيفرح كي لقى الناس كيقولك سوف انا عود نصلي كي عود يصلي معاك كتجيب لي جلبة كتجيب لي طاقية كتجيب لي العطر بلغة تصبيح قرآن وكتقول لي شوف الزردة المقبلة عندك معايا أو تاني وفرحان أو تاني كي يخبر عليك كتقلب عليك كتلقى راه ومخبيع أو تاني في واحد المقهى راه وكي لعب القمار كتسول يا فولانا لاش دلت ياتش كله يكتغى ديزوين يقول لك الله يحفو الإدمان خطير جدا الإدمان أخطر من تلبس يالله كيبغي يقول بارك علي فإذا به يشتاق كيشعر بحل العين بالمجيع والعياد بالله فنصيحة لكل من كان يلعب القمار أن قل لي شوف واضب على شيء واحد الاستغفار أعظم طريقة اللي بغي تخلص منها الاستغفار وأي إدمان لا عندك الإدمان دل الخمر أو دل السجائر أو دل الرشوة أو دل عدم غد البصر أو أي إدمان خلك على حالك ولكن اضمن لي شيء أضمن لك التوبة ما هو هذا الشيء هو الاكثار من الاستغفار 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 كلما استغفرت المولى عز وجل بحل الصدى الاستغفار هو نت وياج هو واحد المادة مضادة للصدى دي الدنوب والدنوب أخطر من أمراض كورونا الدنوب خطيرة جدا تسود القلب وتسود الوجه وتسود صحيفة الإنسان لا مخرج منها إلا التوبة ربنا عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى أن قال فأولئك يبدن الله سيئاتهم حسنات وكان الله غافورا رحيما فقل السياسين قل وليد يالك يواضب على الاستغفار وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديه ويهدي الجميع إلى الصلاة المستقيم نسأل الله تعالى أن ينزع من قلبه حد الشيطان نسأل الله تعالى أن يحبب إليه الإيمان نسأل الله تعالى أن يبليه بالصلاة والذكر والقرآن ونسأل الله تعالى أن يحفظ ويرد بجميع المدمنين والمدمنات إلى صلاته المستقيم رهم معدبين عندكم سحبوا المدمنين فرحانين يا ما كنا مع بعض الأحباب نقوم بجولات فنقتحم العقبة كدخل الخمارة ودخل مكان دي الفساد باش تعرف أشكيد ذلك الإنسان وتوصيه تحية كبيرا لواحد الرجال كدسموا رجال التبليغ والدعوة إلى الله هذا الرجال بالليحة ديهم وبالقاميص وبالعمامة كدخل أماكن دي الفساد كدقول لي يا فلان اذهب للمسجد وادعو الله كدقلك لا الجامع عندهم ماليه عندهم العلماء والفقهاء دي الوزارة الأوقاف الشؤول الإسلامية عندهم واحد نظام مبرمج كل المسجد له مؤدن ونائبه والإمام ونائبه والخطيب ونائبه وله ثلاثة أو أربعة من الوعاض والمرشدين والمرشدات ديخشي منظم المساجد منظمة لكن شكول لي غديمشي للبار؟ شكول لي غديمشي للديسكوتك؟ شكول لي غديمشي للحانة؟ شكول لي غديمشي للوكر ديال الضعارة؟ شكول لي غديمشي للمكان ديال هذا ما يسمى فلقت حمل عقبة تحية كبيرة لهذا الرجال اللي هما كيمشيوا وكي بدوا ينصحوا هؤلاء الناس ومن اللي كيمشي كتلقى أول حاجة كديرها أنه كيقدم معا العتر كان نتكلم مرة واحد منهم مشل واحد ديسكوتك لامس واحد العمامة واحد اللي حياه ودخل ديسكوتك والأجوان والحياة والأبها والشباب وموسيقى صاخبة دخلوا ويوقف لها الحارس الليلي في الغادي قال لي داخل بيتنا نبلغ الرسالة قال ليش من الرسالة؟ قال لي سلم بسلم ما باش يسلم عليه قال لي سلم بتاسم لأخر ويسلم عليه قال لي سعداتك عندك الآن دخل إلى رصيدك لما قلت السلام عليكم عندك عشر حسنات وقلت ورحمة الله عندك عشرين حسنات وقلت وبركاته عندك ثلاثين حسنات سعداتك دم الآن دخل إلى الكونت ديالك ديالك ديال الحسنات ثلاثين حسنات ويضحك قال لي وابتسمت والنبي الكريم يقول وتبسمك في وجه أخي كصدقة لقد ابتسمت دخل لكم ديالك صدقة أخرى هو يفرح هو يعنقه عنقه وقال لي الله غفر الله لك لقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا التقى مؤمنات فعنق أحدهم الآخر غفر الله لهما فالراجل عجبو هذا الكلام ثم أخذ شوية العطر دالو اللي في الدو شب الريحة ديال العطر ديال المسك وديال العود ولا ديال عجبو الحال في لحظة تلقى كيتكلم معاه هذه اللحظة الراجل اللي كان يدير الأمن في المحل مش مع الراجل بعد يومين جتوا لبس فقية ودخلوا وبدوا النصيحة والموعدة الطيبة وفيما بعد وصلت الدعوة إلى صاحب الحان ومن بعد غلق الحان وغير لك سيفي تديالو وهن الله المدينة وربي عز وجل راضية على الجميع كلام جميل اللي ملقاش واش كي ديروا درجل تبليغ واحد كي مش يدعي إلى الله وصديقه بعيد منه كيدعي لاخر كيتكلم في الفقه وكيتكلم في الجنة وما يتكلم في سياسة لأنها هي جماعة مرخصة لها من طرف السلطات معروفة لأنه ما يتكلم في سياسة كيتكلم فوق السماء أو تحت الأرض فوق السماء الجنة ونعيمها وتحت الأرض القبر ونعيمه والدنيا خلوها الماليها ولكن هذا سياسة رائعة تنفذ إلى القلوب بغير استئدان دائما واحد كي مشي يتكلم في الدعوة وكي يتكلم في الإيمان وصديقه كيتسمى البينوم صديقه بعيد منه كي يسبح لله باش ربي يفتح القلوب ويفتح الضمائر فأحسن طريقة للدعوة إلى الله تعالى هي الكلمة الطيبة قل اسمع انتفع بها الله اكملها الراجع قل لماذا تفعش بها ادعو الله له ادعو الله له أن يفتح قلبه ويفتح بصيرته وسيفتح لأن الله تعالى اسمه الفتاح العليم أسأل الله الكريم أخي ياسم أن يهدي والدك ويهدينا معه ويهدي جميع عباده المؤمنين آمين ويسلح زوجتك ودريتك آمين آمين يا ربي كريم ونسرع هناك لاحة طويلة في المكالمات سنمشي إلى أين؟ إلى أطاط الحاج مع أخينا سيد محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كده لعمل الحاج ذا بس عليك الله يبرك فيك مولي والله العلمي الحاج منذ سنين وأنا أتمنى أن أتكلم معك يا مرحبا بك مولي أنا سي محمد من مدينة أطاط الحاج مكفوف الله أكبر ليلة هيد الله ولكن نحمد الله ونشكره على النعمة سعدتك مولي على الحمد والشكر الحمد لله وشكر لله نحمد الله ونشكره الله 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 كده لعمل الحاج الحمد لله سيد محمد والله يبرك أخويا قلع إلى صوتك سبحان الله صوتك نريد لهذه المدينة الحبيبة أطاط الحاج لكن لم نتوسر على إداعة نيد راديو لا تبتعينكم في البجل لا لا يا عمي الحاج إن شاء الله سوف ننصق إن شاء الله مع التقنين مش يوقعوا هذا الرقلاج إن شاء الله يتم البته هناك بإذن الله قريبا إن شاء الله والله والله هذه الإداعة محتاجين لها فوقش عمي الحاج كان سمعلك عندما أصافر إلى مدينة نادور أو شي مدينة وانا أفعل هذه الإداعة إنني أحبها وإنني عندما أعود إلى المدينة لم ألقاها دائما ألقا أفكر بها لا إله إلا الله حافظك الله سيد محمد بارك الله فيك بلي الله إلا حلمي الحاج هذه فرصة جميلة وهذه فرصة فرصة عظيمة وفرصة أنا سعيد اللي كان هدر معاك بها والله إحنا أسعد أسعد سيد محمد بارك الله فيك أخويا وكنت أتبعك بكلام الطيب في أيام الأول في مدينة نادور وحاول اتصالك للأسف الحمد لله من كيجي الوقت من كيجي وقت الفاراج را كيجي الفاراج إنسان ما يقنش أيها بولي ما يقنش تحتها رحمة رب العالمين أيها سي والحمد لله بتنعرف سموه هاد البرنامج نعم هاد اسمته الدين والحياة غايته سيد محمد أساسا وهو الإجابة عن الأسئلة الفقهية الأسئلة الفقهية فيما يتعلق بالحلال والحرم وبيّن أحكام الشريعة الإسلامية وبين قوسين هاد العبد الضعيف وأصلا تخصصي هذا عندي دكتورة الدولة في الفقه الإسلامي وعلم الأصول والفقه المقارن والإجتهاد في صناعة الفتوى فحبد هذا البرنامج وضع أساسا لكي نقدم إجابات عن الأسئلة الفقهية في مجال العبادات ومجال المعاملات وأيضا في مستشكلة من الدين قراءة معاصرة حداتية لكنها منضبطة بقواعد الشريعة الإسلامية لماذا؟ لأنه كان هناك قبل وضع هذا البرنامج في هذه الإداعة المباركة كان هناك ما يسمى بفوضى الفتوى فوضى الفتوى كان ناس يأخذون الفتوى من أين؟ من الفضائيات في دول أخرى ومعلوم أن الفتوى تتأثر بالبيئة الجغرافية وتتأثر بالعادة والتقاليد في المنطقة وتتأثر بسيكولوجية المتحدث وقد يكون المستفتي في المغرب والمفتي الذي يفتيه في بلد آخر بعيد ربما قد يكون في الخليج أو يكون في أسيا أو في أوروبا فكيكون هناك خلل فهذه الإداعات أردت أن تقم القرب أي نعم في بلدنا الحبيب عندنا الحمد لله المجلس العمي الأعلى لكي ترعص أساسا أمير المؤمنين جالة الملك محمد السيد حفظه الله ورعاه هو الرئيس الفعلي ديالو وعندنا مجالس علمية كثيرة ما يزيد عن 72 مجلس علمي كل مجلس فيه خيرة العلماء وخيرة الفقهاء وعنده أبواب مفتوحة في الإقليم كل من طرق بابه يجد هناك الاستقبال والحفاوة وكل ما تطرحه من سؤال يجيبك لكن هذه الإداعات عند ميزة أخرى هي ميزة القرب ميزة القرب وميزة التفاعل الإيجابي ثم هذه المكالمة الهاتفية كتسمى البرامج التفاعلية وكتسمى يعني أنت حر وتنضبط بقواعد قواعد النظام العام وكتكون غايتها هو تقديم المعلومة الدينية بشكل بسيط يفهمه المتقف ويفهمه الإنسان الأمي البسيط جدا ولكن تكون هذه المعلومة منضبطة بقواعد الشريعة وتكون أيضا في واحد الفكرة مهمة جدا لها ارتباط بالنفس والحياة والمجتمع وأن هذه الفكرة تبني ولا تهدم تجمع ولا تفرق وأنها ترسم رؤية جميلة للمستقبل وهذا هو عمود الفقري لمقاصد الشريعة الإسلامية فإن شاء الله تعالى غايتنا هو هذه كنشكرك سليم محمد على الكلمة الطيبة لقلتها وأنا تأثرت كثيرا كونك أنك مكفوف وقلت إنني أحمد الله وأشكره وكررتها وقلتها بيقين هل تعلم ما الذي يقع لك يا محمد كلما شكرت الله على البلاء أن الله سبحانه وتعالى في سمائه وعليائه يباهي بك الملائكة الله تعالى يباهي بخلقه الملائكة كلما وجد خلقا من خلقه مبتلع عنده مرض عنده سقم عنده فقر عنده شدة ظلم وألقي به في السجن أو طلق بغير سبب أو مورس عليه ظلم وتهميش وصبر واحتسب وقال الحمد لله على كل حال حمد ربي شكر وكي كررت كلمة للحمد الله تعالى يباهي بهم ملائكة ويقول يا ملائكتي وانظروا إلى عبدي وانظروا إلى أمتي لقد انتزعت منه راحته وانتزعت منه حبيبتيه يعني عينيه ليس له جزاء إلا الجنة فيباهي به الملائكة فهنيئا للحمدين هنيئا للشاكرين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله